ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله بنورينا يا جماعة. كويس. اللي طبعا دارنا نتكلم عن المشاكل اللي حصلت في الاصدار الجديد بتاع المجلس ميليجر اللي هو 22.0. كويس. طبعا في ناس طبعا نحدثوا اللي هو التطبيق وحصلت ليهم بعض المشاكل. ومع ان انا قبل كان نزلت فيديو وحزرت قلت يا جماعة ما تنزل التطبيق ده لانه المطول حزر قال في اجهزة بتحصل لها بعض المشاكل. يعني ما بينفع مع كل الاتهزة. مع انه هو اصدار مستغر لكن شنو برضو فوق مشاكل مع بعض الاتهزة. كويس. نفتح تطبيق بتاعي. لاحظنا انه انا عندي التحديس لكن ما حدست. انا لسه في الاصدار الجديد اللي هو اربعة اهناية تمانية صفر سبعة. اللي هو واحد واثنين فاصلة اربعة. تمام? كويس. انت وقت تقوم تمشي اللي هو الضبط تمشي مصدر غنى هتلقاهه مستغر. تمام? في مستغر شوف انا جاني التحديس اللي هو اتنين عشرين يعني ده اصدار مستغر لكن شنو فوقه برضو المشاكل. بعض المشاكل كويس. انا جبت لك اللي هو تطبيق كويس اللي هو بسموه المستكشف بتاع الروت. ده اذا انت ثبت الاصدار الجديد والروت بتاعك اختفى او الروت بتاعك ابي يشتغل علك. تمام? كويس. ما لزول الجهاز هو علك في اسم الشركة? الزول الجهاز علك في اسم الشركة ده اما تفرمت الجهاز ممكن اشتغل معك او تنزل النسخة القديمة اللي هو عن طريق الزيت اي بي عن طريق ريكوفر المعدل كويس او ترجع ملف البوت برضو عن طريق ريكوفر المعدل. ولا بعد كده ثاني الكمبيوتر. ده مش عن الكمبيوتر هناك وتنزل الكلام ده. واي زول يا جماعة عند روت لازم يكون عندك ريكوفر معدل. ده بريحك من مشاهل كتير جدا ما تحصل لك. وهم بتحتاج للكمبيوتر. نادر ما تحتاج لشنو. ليه الكمبيوتر. كويس. طبعا انا حنزل لكم اللي هو التطبيق اللي هو اسمه المستكشف. تمام? ده قولنا لزول الجهازه اه حصلت فوق وقلنا اشنو? اه مشاكل. تمام? اما الروت اختفى او الروت اللي هو اشنو? قام على قبل يفتح معك. تمام? جسمه مجيس. تمام? معنو انا مسبطة الاصدار ده. تمام? نقوم نرجح لاحظ انو انا الروت بتاعيك اختفى. تمام? بانو انا اصلا ما ملزل الاصدار الفوق المشاكل. لقيته. انت قال فتحته. فتح معي. طبعا يا جماعة الاصدار ده كله انجليزي في الغالب. كويس. مشيت الضبط. لاحظ. لغة عربية فتست لغة عربية ملقيت. اقول له ايشنو? انجليزي. يعني شرح هيكون بالانجليزي. كويس. اه كده هيقوم شنو? يظهر ليك الروت. ازا كان معلك. كويس. هيقوم شنو? بعض مرات هيديك تنزيل بعد الملفات بتاعت الروت. طوالي عمل له سماح. لو فشل معك افتحه واعمل له سماح لحد ما ينزل الملفات المطلوبة. كويس. لو ما عنده ملفات طوالي يفتح معك بالشكل ده. طبعا عندي الواجهة الجديدة. تمام? بتاعة اللي هو 22.0. كويس. بعد ما تسبت معك والجهاز بتاعك او الروت بتاعك اشتغل. ازا كان مخفي ظهر او ازا كان معلق اشتغل. بعد ما لو دارت ترجع للاصدار القديم. بتاع الروت اللي هو اه واحد وعشرين فاصل اربعة. تمشي الضبط. تمام? من الضبط تمشي ليه الغناة. كويس. لاحظ هنا زهرت ليه الغناة رابعة اللي هي اه كناري. طبعا غنات الكناري اللي هي اه اللي هي اشنو? اللي بتجيك فيها التحديسات طوالي. تمام? وقد تمشي للكناري وتقوم ترجع. كويس. هتلقى انه برضو والاصدار بتاعي قام يتغير. اللي هو اداني اثنين وعشرين فاصلة واحد. لتحديس تاني جديد. للاصدار المستغير. يعني قلنا فيه تحديسات تسة ما انتهت. لحد ما يجيني اصدار ما فوق ومشاكل. كويس. حقوم عشان رجع الاصدار القديم بتاع الجهاز بتاعي اللي هو مثلا واحد وعشرين فاصلة اربعة او مثلا واحد وعشرين فاصلة ثلاثة او اي اصدار انا دايره. كويس. بقوم بغير الغناة وبعملها مخصصة اللي هو كاستم كانيل لا طوالي بصحرلك تحت اللي هو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا Hoo2 twee كويس. بتقوم بترجع. كويس. هتلقي انو بعشوية الاصدار بتاعك قام اختلف. شوف طوالي انو الاصدار بتاعي قام اختلف. وقام اداني واحد وشرين اا فاصل اربعة. اللي هو ماتين واربعتاشر. الاصدار الخامس الخمستاشر. وكيت اعمل على تمام تحيد. طوالي قام اداني اشنو? اداني تثبيت. تمام? شفتها? طوالي رجعي الاصدار القديم. كويس? طبعا انا هعمل لك فيديو تاني كيف انك ترجع الاصدار القديم. كويس? اللي هو فوق الروابط كله بتاعت شنو? بتاعت الغنوات. هس انا جبت لك المستكشف ده عشان شنو? عشان يقوم لو تضيق بتاعك مخفي صهر. كويس? ولا وتضيق بتاعك معلق فيك. تمام? هعمل فيديو تاني هعمل لك كيف انك ترجع للاصدارات القديمة. وحاخد لك رابط فوقه كل الاصدارات القديمة في الفيديو الغاري. تمام? هس الفيديو ده جماعة لزول الجهازه ولا المستشف بتاعه اول التطبيق بتاعك اختفى او التطبيق بتاعك معلق. تمام? تنزل التطبيق ده كويس? بيشنو بيخليك التطبيق بتاعك اشتغل. بعد مرات ممكن يطلب منك بعض الملفات تعمل لها تنزيل. وكده هيت بتكون شنو شغلتها الروت بتاعك ازا كان مخفي كويس ولا الروت بتاعك ازا كان معلق. تمام? ما تنسى الاشتراك في الغنة. اشتركوا في اشتراك عشان يصلكم كله جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.